ونبدأ من غزة حيث وصل الوفد الأمنية المصري برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وبتوجيه من الرئيس السيسي وصل جولته في الأراضي الفلسطينية والنهاردة كان الزيارة لغزة حيث التقى برئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار والعديد من أعضاء حماس وأيضاً التقى بقيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة ملفات مهمة حملها الوفد المصري برئاسة اللواء عباس كامل إلى غزة أولاً تثبيت الهدنة مع إسرائيل ثانياً إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل ومصر تعتزم استضافة مؤتمر للفصائل الفلسطينية وحوار مباشر بين حماس وفتح في القاهرة قريباً كما قالت المصادر الفلسطينية وثالث ملف هو إعادة الإعمار فضلاً عن ملف تبادل الأسرة بين إسرائيل والفلسطينيين والحقيقة ده ملف مهم جداً ملف أمني أيضاً مهم جداً كانت هذه الزيارة تأتي طبعاً بعد زيارة تل أبيب التي قام بها الوزير عباس كامل والتقى فيها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياو ثم توجه بعد ذلك إلى رمالة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والنهاردة حركة فتح وحماس وضعت حجر أساس لمدينة سكنية مصرية في قطاع غزة أو مدينة سكنية تحمل اسم مصر في قطاع غزة وده وفق ما أعلنته المصادر الفلسطينية وما أعلنه رئيس المكتب الإعلامي في مفاوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح وتزامنت هذه الزيارة مع عبور قافلة مساعدات ضخمة وعاجلة ثالثة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني تدوم 56 شاحنة من المصريين لأشقائهم الفلسطينيين في قطاع غزة طيب قبل ما نكمل هذه التفاصيل نهاردة أيضا كان فيه اتصال بين إسماعيل هنية إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصل به الوزير عباس كامل أثناء الزيارة في غزة احنا عارفين أن إسماعيل هنية ليس في غزة ولكن مقيم الآن في قطر في الدوحة فاتصل به الوزير عباس كامل وحياه على هذه الزيارة رحب به وشكر الجهد المصري في هذه القضية طبعا كل القيادات الفلسطينية سواء من فتحة أو حماس النهاردة شكروا القيادة المصرية على هذه الجهود سواء في قضية في دعم الإعمار أو حتى في دعم اللحمة الفلسطينية